وينضم علينا من فيينا الدكتور طرفة بغجاتي عضو المجلس الاستشاري للشبكة الأوروبية لمناهضة العصرية دكتور طرفة العودة والإقبال على بناء الجدران العازلة هل يمكن القول إنه ارتداد عن فكرة العولمة التي سادت في السنوات الماضية؟ مساء الخير وهو ليس ارتداد هو بالعكس هو الضربة لفكرة العولمة العولمة أقيمت للانفتاح ولكنها فكرت فقط بالأسواق والأموال والبضائع ونسيت البشر فإذا فتحت الأسواق فيجب أن تفتح أيضا للبشر وعباد الله وهذا ما لم يحصل وللأسف الشديد الليبرالية الجديدة النيوليبراليسم أخذت هذا القصد من العولمة وفقط أرادت أن تكسب أسواق هذه البلاد وتتركهم ومشاكلهم دون أي مشاركة في حل الأزمات ودون أي مشاركة في نهضة هذه البلاد وبذلك ليس هناك حلا آخر لهذه البلاد المتأخرة والمتفاقمة فيها الظلم والاضطهاد أن يغادر أهلها إلى البلاد التي يمكن أن يرتاحوا فيها هل الآخر مخيف بطبيعة الحال إذا كانت العولمة تقتصر على جوانب معينة هل الآخر بمشاكله ووضعه الحالي مخيف إلى هذا الحد حتى تختبئ هذه البلدان خلف الجدران؟ هو ليس مخيف ولكن السياسيون يجعلونه مخيفا ويرمى الآن ويجعل ويخلق ما كان يسمى عندما كنا صغارا البعبع وهو الأجنبي كنا نتكلم في أوروبا مثلا قبل عشرين أو ثلاثين عاما عن الأجنبي دائما وبعدها صار يتكلم الناس عن الأسود وأفريقيا والآن يتكلمون عن المسلم والعربي فإذا السياسيون الفاشلون الذين لا يستطيعون حل مشاكل بلادهم يحاولون أن يعطوا المسؤولية على المهاجرين وهذا ما يحصل اليوم وخاصة في أوروبا للأسف الشديد هل هذه الجدران هي ليست جدران مادية فقط ربما تكون جدران نفسية وثقافية هناك مخاوف أن تتحول إلى قوانين هي تحولت الآن في أوروبا مثلا الفيزا أنا أسميها العبودية الجديدة هو منع أي طريقة شرعية للوصول إلى أوروبا وإلى بلاد العالم الغربي فإذا الآن نحن ليس فقط أمام جدران من الإسمنت والحديد ولكن أمام جدران ثقافية عرقية دينية عنصرية وهذا يتناقض تماما مع النهضة الأوروبية ومع فكر التنوير ومع فلسفة الانفتاح وهذه أزمة الهوية هذه يجب أن تحل وللحق يقال كثير من الأوروبيين هم ضد هذا ولكن الآن الاتجاه السياسي العام وخاصة في البلاد التي يقوى فيها اليمين المتطرف وأقصى اليمين يتجه بالاتجاه المعاكس هذه الولدان لجأت بنهاية الأمر إلى هذه الجدران من باب أنها حل في حقيقة الأمر ما هو الحل؟ هي خدعة وليست حلا الحل هو الانفتاح وبنفس الوقت حل مشاكل الناس في أماكن وجودهم حل مشاكل الدكتاتوريات في بلاد الشرق الأوسط فتح باب مثلا خذهم نخذ مثال مشكلة سوريا لم يكن فيها أي لاجئ من سوريا طوال الأعوام الماضية إلا بعض المئات ربما أما اليوم فهم ملايين فإذا وظيفة العالم اليوم في عصر العولمة وحيث صار العالم قرية صغيرة هو حل مشاكل الأزمات في مكانها بحيث لا يضطر الناس أيضا أصلا إلى اللجوء إلى البلاد التي تأخذ ثروات تلك البلاد وتأخذ نفطها وتأخذ حياتها وبعد ذلك تقول أعذروني لا أستطيع أن أستقبلكم هذه فلسفة خاطئة ويجب أن يتم تغييرها من هو الخاسر الأكبر من هو الخاسر الحقيقي من وراء فكرة اللجوء إلى جدران عازلة على المدى البعيد أوروبا التي بدأت تتصدع فتحت نفسها وبعد شينغين صارت بلدا واحدا وصرنا نرى الحدود ونتكلم مع أولادنا ونقول لهم هذه كانت منذ زمن الحدود وبدأ بعض البلاد مثل هنغاريا مثلا تحت حكم أوربان بدأت تبني حواجز في بلد صغير جدا بلدان يتكلم فيها اليمين المتطرف في تل هولندا جيرت فيلترز يريد أيضا أن يقيم الجدران عندنا في النمسا نوربرت هوفر الذي يمكن أن يصبح رئيسا للنمسا أيضا يتكلم في الجدران العازلة فعلى المدى البعيد هو ضرب لإقتصاد أوروبا ضرب لهوية أوروبا وليس فيه أي فائدة لا ثقافية ولا اقتصادية لهذه البلاد وهذا ليس رأيي فقط رأيي غالبية الأخصائيين وعلماء الاقتصاد والجغرافية ولكن للأسف الأسلوب الشعبوي الشعبوي هو الذي يضحك على الإنسان العادي ولذلك يحصلون على أصوات كثيرة في الانتخابات أشكرك جزيلا الدكتور طرف بغجاتي عضو المجلس الاستشاري لشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية كنت ضيفنا من فيينا